موسيقى السادسة صباحا بتوقيت القاهرة مجاز لأهم الأنباء من القاهرة عاصمة الخبر أهلا بكم قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إنه تم إجلاء رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا منذ قليل بعد سماع دوي انفجار تلاه تصاعدا للدخان بينما كان يلقي خطابا في محافظة واكاياما فيما ذكرت محطة نهكي العامة ووسائل إعلام يابانية أخرى أن رئيس الوزراء بأمان مشيرة إلى اعتقال شخص في مكان الواقع ووقع الحادث في مدينة واكاياما اليابانية في حوالي الساعة 11.30 بالتوقيت المحلي حيث كان من المفترض أن يتحدث كيشيدا في خطاب علني حين عمد شخص إلى إلقاء قنبلة دخانية ومن ثم تلاه انفجار ولفتت قناة إن اتشكي إلى أنه وبحسب البيانات الأولية لم يصب أحد نتيجة الحادث صور مفتقائي صور مفتقائي اشتركوا في القناة اختتم الاجتماع التشوري لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والاردن في جد أعماله وأكد البيان الختمي للاجتماع أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة السورية لإنهاء كافة تداعيتها بما يحفظ وحدة سوريا واستقرارها ويعيدها إلى محيطها العربية كما أكد الوزراء على أهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السورية ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود وشدد الوزراء على مركزية القضية الفلسطينية وأولويتها وأدان الممارسات الإسرائيلية التي تقود فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 أشاد مساعدون كبار للرئيس الأمريكي دو بايدن بالتقدم نحو حل الصراع في اليمن بعد محادثات بناء في السعودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الاجتماعات ركزت على التقدم الذي يتم إحرازه نحو حل دبلوماسي للصراع في اليمن والذي يعطيه الرئيس بايدن أولوية منذ فترة طويلة مؤكدة أن واشنطن تدعم المملكة ضد التهديدات من اليمن وأماكن أخرى أصدر رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو مرسوما رسميا بشأن إصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما حسب ما جاء في الجريدة الرسمية اليوم وكان اتحاد النقابات قد طلب ماكرو بعدم إصدار مرسوم هذا الإصلاح إلا أن مطلب الاتحاد لم يتحقق وتسبب مشروع إصلاح نظام التقاعد في احتجاجات وإضرابات غير مسبوقة في فرنسا كما تم إقراره دون التصويت في البرلمان قال رئيس الأمريكي دو بايدن إنه قرر الترشح لولاية ثانية في انتخابات 2024 وأكد الرئيس الأمريكي إنه سيعلن التفاصيل بشأن حملته بشكل رسمي في وقت قريب كان بايدن أكد في وقت سابق إنه ينوي الترشح مجددا لكن الأوان لم يحن بعد لإعلان ذلك رسميا وقع الرئيس الروسي فلادمير بوتين قانونا لإنشاء سجل عسكري موحد يسمح بالاختار بالتجنيد عن طريق أوامر استدعاء إلكترونية ويفرض القانون بعض القيود على المواطنين الذين تلقوا أوامر استدعاء لكنهم لم يذهبوا إلى مكتب التجنيد حيث سيتم إرسالها كتابة فضلا عن نسخها إلكترونيا وإرسال الإختار بالاستدعاء إلى المواطن في حسابه الشخصي على بوابة الخدمات العامة نهاية المجزة شكرا لكم لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرانيوز ضعف نت كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر إنستجرام ويوتيوب ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 Vertical كما يمكن تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال Apple Store أو Google Play أو من خلال QR Code الظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء هنا القاهرة عاصمة الخبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر